اشتركوا في القناة لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتلفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نجيب على الرسائل فورة ورودها إلينا في معظم الأحوال بقلنا أكتر من شهر وفي الحلقات السابقة نتحدث عن كوفيد 19 مرض الإصابة بفيروس كورونا المستجد الفيروس الذي اهتزت له عروش واهتزت له اقتصاديات وانهارت معه شركات وسرح معه عمالة وعمال وأوقف حياة البشر وحطم أملهم وخططهم وأصاب المرض ملايين البشر على مستوى العالم في خلال أسابيع قليلة وشهور ووفيات تصل لمئات الألوف والأمر ما زال مستمرا وما زال في زيادة رغما عن الجهود ورغما عن المحاولات والأوبئة عموما بيسر عليها أنها تبدأ في مكان ثم تزداد ثم تزداد ثم تصل لبيك أو زروة ثم تبدأ في الانغماد والانخماد وتقل وقد بدأ تسجيل وتوثيق الحالات الموثقة في جمهورية مصر العربية منذ ثلاث شهور من اليوم باليوم فأعلنت إصابة بأول حالة يوم 5 فبراير 5 مارس سنة 2020 واليوم الشهر الثالث وما زال العداد يعد لكن كل اللي فات كان قوم ويبدو أن الساعات والأيام والأسابيع القادمة وهذا الشهر هو قوم تاني حيث على وشك أن نكون في زروة الإصابة بحالات هذا المرض وهذا وارد في الأوبئة ولا يستطيع أحد منع هذا وكل دور الأطباء أن يعملوا اللي قلت لحضراتكم عليه في أول حلقة تكلمنا فيه على ده وهو ما نسميه بـ Flattening of the Care بتصطيح المنحنة أن الحالات حتجلنا في عدد حالات محدد عايزين نقللها قدر الإمكان ونجيبها على فترات أطول تقوم الإمكانيات الطبية تستطيع التعامل معها ولا تنهار وقد نجحت المجهودات للوصول لعدد حالات لم يكن يمثل عبءا على المستشفيات حتى أيام أو أسابيع قليلة ماضية ولكن جاء الوقت للإصابة بزروة الحالات اللي نبدو أننا مقبلين عليها وبالتالي يجب أن تتحد الجهود علشان نستطيع أن نعبر هذه المرحلة الصعبة بدأت الأمور بأننا كنا نسمع أن في حاجة اسمها كورونا ثم زادت أننا نسمع أن في حالات عندنا بكورونا ثم نسمع أن في ناس بتصاب بكورونا ثم نسمع أن في مناطق بتنعزل نتيجة الإصابة بكورونا ثم بقنا نعرف أشخاص بالاسم بالمعرفة من الأقارب من المعارف من الجيران مصابين بكورونا والأمور في ازدياد بأننا بقنا نعرف أن أكتر من واحد من المعارف ومن الأقارب يجب أن نتحلى بالعلم بالصبر بالهدوء لمحاولة السيطرة على هذه المرحلة الصعبة هذا مرض بعد الشر يقتل بعض الناس نسبة الوفيات فيه الحمد لله ما هيش مرتفعة وبتحصل في حالات محددة وفي عوامل خطورة طبعا ده وباء بلوش قواعد قد ينافي كل هذه العوامل لكن 80% أو أكتر من الحالات بسيطة وتنتهي لكن مهم جدا الاهتمام، التشخيص المبكر، التعامل الجيد، الهدوء النفسي، عدم الرعب عشان ما يصبش الناس لأن الهلع نفسه يقلل المناعة ومنعتك هي سر مقاومتك لهذا المرض والتغلب عليه وكلمة سر لمنع هذا المرض لا يوجد مانع تمام، ولا يوجد علاج لكن لتقليل معدن لانتشار كلمة السر هي كلمة واحدة اللي قلتها لحضراتكم عدة مرات بالمناسبة الكمامة اللي أنا دايماً بحرص إنها تبقى موجودة ما هيش هي دي العامل رقم واحد العامل رقم واحد هو التباعد الاجتماعي إننا نبعد عن بعض إننا ما نرتبطش ببعض فترات طويلة محدش هو فيتكلم مع حد من قريب محدش يجي في أماكن مغلقة سيئة التهوية محدش يبقى فيه التصال اجتماعي على مسافة أقل من متر ونص مترين ولمدة تفوق الخمس دقائق إذا قللنا الكلام ده لن يجد هذا الفيروس مرتعاً لينتشر بين الناس إذا عملنا الكلام ده وأضفنا الكمامة وأضفنا الغسيل المستمر للأيدي وأضفنا الاهتمام بصحتنا العامة وبغزانة وبتجديد الهواء والتعرض للهواء وللشمس اللي من نعمة ربنا علينا قلت النسبة جداً أرجو أن يكون الكلام ده واضح مش القصة أن حد حطت الكمامة أقولي أنا حطت الكمامة مش القصة دي القصة هو التباعد القصة أن الناس ما تقبلش بعض هذا الوباء كنار والبشر هم الهشيم الوقود بتاع النار ده إذا لم يجد هذا الفيروس هذا الوباء الناس الوقود الهشيم اللي ينتشر فيه سينتهي فيه أخبار مبشرة تمام؟ ما فيش حد يقدر يتنبأ أنا ليه مقالات وبتتنبأ باللي بيحصل لكن حد يقدر يعرف الغيب ما يعرفش الغيب غير رب الغيبه ده وباء لا يمكن التنبؤ به تماماً لكن من المعروف في علم الأوبية أن الفيروسات بيقل قدرتها من دما تدخل في أجسام البشر فكل واحد دخلت في جسمه ومقاومته بتهد في الفيروس ده فبيخرج منه لينتشر لغيره أقل قدرة وأقل مقدرة على إحداث المرض وبالتالي هيحصل فترة زروة زي اللي احنا فيها عدد الحالات حتزيد لكن بإذن الله قسوتها وشدتها حتقل لكن طبعاً لما يبقى عندنا مئة ألف حالة فعشرهم بس الحالات شديدة بقوا عشر حالات شديدة ودول مطلوب ليهم سرائر ومستشفيات فده حيمثل ضغط لكن تسعين ألف من المئة ألف لو أصبهم وده متوقع يبقى رقم من الأرقام المتوقعة هيبقوا حالات بسيطة في خلال أيام من الالتزام بمسكنات وخوافض الحرارة ورفع الحالة الجسدية والنفسية والصحية ستقل جداً الأعراض وتختفي وبإذن الله ينتهي شهر يونيو ده على خير بعد ما تكون الحالات زادت وده متوقعينه بس تبقى كمان نسبة الوفيات زي ما الأرقام المعلنة في مصر عمالة تقل وبإذن الله تقل أكتر ويا رب تنعدم وتنقشع هذه الغمة على خير إذا كان أول فيديو معنا جاهز نشوفه كده علشان نعرف المشكلة دايماً بتيجي منين طيب ناخد المكالمات وبعدين نشوف الفيديوهات ناخد أول مكاتصال معنا تفضلوا طيب التاني ألو أيوة السلام عليك وعليكم السلام الدكتور معي آه فأنا محضرك على هواة تفضلي طيب شكراً أنا أصلاً على بؤدت قاتري كنت بسعيب أتأل على حقين ربناي خليك الدكتور وحقنا على الإجابة من خلال في الهيبان آه أول حدا كنت عايزة أسأل عن إنه هو مثلاً لو حد عنده انتهابات أو عنده حالات جديد كده أنا بستخدمه ربان بس آه ممكن يعني استخدمه لفترة زمانية معينة أثناء الفيروس يعني مثلاً إيه طبعاً أيام الدورة وكده بيبقى فيه رواضح ومتعارك إيه فترة بسنة الحمد لله مزيفة يعني فأنا بحجب إنه دفنة شخصية بتستخدمي إيه يا فنة؟ حضرك قلت بتستخدمي إيه؟ طيب كملي طيب هو حضرتك كعادة في السيدات المصريات عندكوا الاعتقاد ده أنا بحب النظافة فبستخدم مطهرات تمام هذه والتشطيفات المهبلية التي تعشقها السيدات المصريات هذه هي طريقة المثلة لاستمرار للتهابات لتقليل مناعة المهبل لتغيير درجة حامضية وقلوية المهبل التي خلقها الله لتدافع عنه والتنشيف وجفاف هذه المنطقة أهم ألف مرة من التشطيف واستخدام أي شيء خارجي لإزالة الروائح الجزء الخارجي ده جلد أما استخدام أي شيء داخلي فهو الوسيلة المثلى لتقليل مناعة الجهاز التناسلي ولزيادة الالتهابات ولزيادة تطورها ولدفعها إلى مراحل أكثر سوءا ومن الغريب والعجيب أن التشطيفات المهبلية منعت منعا تاما في كل العالم وأوقف استخدامها وحذر الناس منها ومع ذلك ما زالت تجد لها سوقا في بلدنا وفي فوق عن العشرين مركب موجودين في الصيدليات تبتعهم النساء معتبرين أن هم بيعملوا كده الفضل والصحيح بينما هم يحدثوا مرض والسبب الأكبر في شكوى السيدات المصريات بالتهابات مهبلية متكررة لا تستجيب لعلاج هو التشطيفات التي تعشقها السيدات وجريا وراء عشقهم ليها بعض الممارسات لهذه المهنة قد ينصح هنهن باستخدام هذه التشطيفات شراءا لرضى السيدات دون قول الحق الطبي هل معنا اتصال أخر؟ تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام يا سيدة نور يا دكتور أنا عملت عندك منذار بطني ورحمة وطلع عندي بطانة مهاجرة وحصل حامل فأول الرابع رح نزل طيب يا سيدتي ربنا يعوض عليكي يا دكتور سؤال دلوقتي يحصل حمل طبيعي من غير علاج ولا لازم هحتاج علاج ولو رجعت البطانة دي هاحمل برضك من غير علاج ولا لازم منذار علاجه الغيب يعلمه رب الغيب دايما يا جماعة حضراتكم بتسألوني عن المستقبل كيف أعرفه؟ حضراتك بتقولي ليه حايحصل حمل بعد شهرين بزمتك أنا أقدر أجيب عن ده وإذا أنا جاوبت حضراتك قلت لك آه هيحصل حمل بكرة مش المفروض تقولي ليه انت زي بتقوليك كم ده بناء علي حضرتك عندك مشاكل تمام؟ هذه المشاكل تعوق حدوث الحمل عندك مشاكل ومرض اسمه البطانة المهاجرة هذا المرض أنا أتكلم على المرض لكن ما أتكلمش حضراتك هتحمل لي ولا يا رب يحصل لكن أنا أتكلم على قواعد المرض حضرتك كعادة الناس ليه حايحصل ولا لا عندك مرض اسمه البطانة المهاجرة هذا المرض يمنع الحمل لسنوات هذا المرض لا يكتشف على منظار هذا المرض بعد عمل منظار فيه نسبة من السيدات بتحمل فرص الحمل بتبقى عالية خلال ست شهور لسنة من عمل منظار حضرتك الكلام اللي إحنا بنقوله ده حق يقيني وده اللي حصل لحضرتك بالزبط لأنه هو ده الطب وكان وارد أن اللي يحدث لا يحدث لأن ده وارد برضو في هذا المرض فإذا حدث حمل حدث حمل واكتمل تسع شهور واكتمل تسع شهور ده في حالة حضرتك ما حصلش تمانين تسعين في المية وليس كل السيدات مرض البطانة المهاجرة بيبقى هبطة وضمرة وتأثيراته على الحمل لاحقا بتبقى مش موجودة لكن حضرتك عدى النهاردة من وقت اللي عملتي في المنظار تقريباً تمن تسع شهور اتنين حصل حمل لم يكتمل تسع شهور وبالتالي وارد أن يحدث ووارد أن لا يحدث فإذا لم يحدث وارد أن تعملنا منذار يحصل حمل مرة أخرى ووارد أن لا يحدث ليه بقى من عملت أول مرة وحصل هو هذا مرض لا قواعد له تمام؟ أما حضرتك يقول ليه حيحصل حمل لا أدري لأن الغيب يعلم رب الغيب ولأن الحمل كما يجب أن تعلمه جميعاً هبه من الله يهبه لمن يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء إحنا ما نقولش مين هتحمل ومين يش هتحمل إحنا نقول في فرص كذا في نسب كذا أولا نجاوب حضرتك نغير بقى صيغة السؤال إيه اللي عمله يا دكتور قال اللي عمله إن أنا أسارع بإن أنا أعمل تاني تقييم لموقف الحالة من ناحية هرموناتها من ناحية وزنها من ناحية أناببها هل تأثرت ولا لأ ثم نشوف هل في أي مشاكل ولا لأ وإذا كان في أي مشاكل يتم ضبطها ثم نسعى لإحداث حمل بعلاجات مرة أخرى فإذا مر 3-4 شهور فعد سنة من عمل المنظار أصبح المنظار اللي عملناه مش مجدي وأثر وراح فإذا عد السنة دي ساعتها وكان لسه لقدر الله ما حصلش حمل ساعتها نعود نقيم الموقف مرة أخرى ونشوف هل أنا أعمل منظار تاني ده مفيد ونبقى قابلين حتى المنظار الأولاني وارد يحصل على حمل والتاني قد لا يحدث ولا ما أعملش منظار تاني ولا روح أعمل حقن مجهري يبقى دي الخطوات اللي إحنا نمشي عليها لكن طبعا فيه جزء خفي هنا في الموضوع اللي لازم كمان يدرس ونجاوبه هو مش العادي أن يحصل حمل وفي الشهر الرابع نزل فإيه اللي حصل في الشهر الرابع إيه المشكلة اللي حصلت عشان كمان لو فيه مشكلة ناخد خطوات نتفاداها نعالجها علشان زي ما أنت حضرتك شايفة الحمل ما بيحصلش بسهولة وبيسر وبعد علاجات ومناظير وتكلفة وجراحة وبالتالي لما يحصل حمل عايزين ناخد كل الاحتياطات عشان نحاول نخفض عليه تاني ممكن نعمل كل حاجة في الدنيا ولا يكتمل بس نبقى عملنا اللي علينا ونبقى اكتهادنا وبعد كده إرادة ربنا هي اللي تتم لكن دايما سؤال هيا يحصل حمل هاحمل تاني يا دكتور هاحمل ولا هاحتاج منظار دائم أنا لا أعرف إجابته لكن أعرف إجابات مرتبطة بالمرض هذا مرض تم تهبيته فرص الحمل عالية خلال 6 شهور بعد المنظار حصل إذا اكتمل 9 شهور المرض في نسبة كبيرة بيكون ضمرة حضرتك ما كنتيش اكتمل 9 شهور يجب دراسة ليه حصل ولادة مبكرة يجب دراسة الحالة الآن يجب الإسراع بمحاولة إحداث الحمل استغلالا للأثر الإيجابي ليه هرمون الحمل اللي عيني في جسم حضرتك ساعتها يتم تقييم الموقف تقييماً آخر هل معانا اتصال آخر تعب لاتصال وواضح أنه انقطع في معانا اتصال آخر نعم السلام عليكم وعليكم السلام يا فندم أيوة دكتور ممكن أتكلم حضرتك أه حضرتك بتكلمي حضرتك ويشرفني تفضلي ربنا يبارك فيك يا رب يا دكتور معلش أنا عندي هالة حالة هزع وفزع ويمكن أنا هموت من الرعب لا فندم أولا ما فيش حاجة اسمها هزع في الطب اسمها هلع المعلينا يعني تفضلي أنا سكنة حلوان عندي خمسين سكنة أيوة أنا خيثة من فيروس كورونا إزاي أحمي نفسي منه طيب يا فندم أولا فيروس كورونا هذا مرض تنفسي يعني بينتقل بالرزاز وبالهواء يعني حضرتك لو حبست نفسك داخل أم أم قد يدخل إليك وبالتالي ما فيش وقاية بنسبة 100% لكن في حاجة اسمها إننا بنجتهد لأن في النهاية ما يريد الله سيكون عليك أن تأخذ بكل الأسباب ثم تسلم الأمور لرب الأسباب إيه بقى اللي أنا أعمله لو أنا خمسين سنة ده سن مش كبير قوي الناس اللي أكبر من كده لسبعين وتمعين سنة دول عوامل خطر دول ما ينزلوش خالص الأيام دي ها أي مشوار يمكن تأجيله ويبقى أأجله طيب وأي حد حتى اللي عمره 15 سنة أي حاجة مش ضروري إنه ينزل يعملها يبقى يتجنبه اتنين التباعد المجتمعي حضرتك تظن في كل بني آدم بتقابليه أخوكي وبنتك وعمتك وجرانك إنه قد يكون مصدر للعدوى وتظن في نفسك إنك تبقي مصدر ليهم وبالتالي أبقى واخد احتياطاتي إيه إني ما قفش معهم فترة طويلة ما قفش في مكان مغلق ما تعملش تعامل قريب التعاملات تبقى قليلة يعني حد حيجيب لي حاجة من الباب حفتح الباب أخدها هو لابس كمامة ونلبس كمامة هو وقف على بعد متر ونص التقارب ما يبقاش أكتر من دقيقة دقيقة ونص واخد منه الحاجة وادخل وقم غسل ايدي كل شوية واغسل مقابض اللبواب بمية وصابون وألبس الكمامة عندما أكون في مكان مغلق سيء التهوية مضطرة للتعامل معاه والتباعد المجتمعي وامسك الترمومتر قائس حرارتي كل 12 ساعة كل 8 ساعات أي ارتفاع في درجة الحرارة لا أهمله معملش التواكل المصري الشهير أنا حرارتي علي شوية بس أصلي دي حاجة بسيطة أصلي دنيا حر أصلينا بshowربش سوائل أصلينا عندي احتقانة الضور أصلينا دايما بيجي للدور دا أصلينا مش بشверمي كويس الأيم دي عشان عندي التهاب في الجواب الأنفية لا يا حبيبي هو حبكش التهاب في الجواب الأنفية يجي الأيام دي أي حاجة من الأعراض دي أي حاجة من الأعراض دي أصلينا حرارتي مش علي يا دكتور بس أنا حاسس أن مهمد كل ده يجب أن يعامل مبكرا على أنه حالة من حالات المرض فتعزل نفسك وتبتيت تشرب سوائل وتعرض لهوا نظيف وتأكل وترفع منعتك وتأكل أكل كويس وتأكل خفض للحرارة وتتبع أي ظهور أي مشاكل تنفسية بس كمان حضرتك لازم تدركي اللي أنت بتعمليه ده مش مظبوط تهم؟ ليه؟ أولا الناس عندها هلع عندما نقول كورونا أكننا بعد الشرط بتكلم على درجات متقدمة من الأورام السرطانية وهو ليس هذا هذا مرض تمانين في المئة من الناس تمانين في المئة من الناس أولا حيخش بستين في المئة من الشعب غالبا تمانين في المئة من اللي حيخش بجسمهم لن يشعروا بأي شيء في الأغلب وخمسة عشرة في المئة حيشعروا بأعراض بسيطة من تكسير وارتفاع بسيط في درجة الحرارة وهمدان واحتقان وكحة نشفة بسيطة ويمتهي وبالتالي هو ليس قاتلا هو بيقتل ناس بس ده فيه ما نظر أما هذا الهلع والفزع والرعب وقلة النوم دي اللي حتقلل مناعتك لأن مناعة الجسم ما بيبنهاش الفيتامين سي اللي حضرتك بتروح تشتريه من الصيدلية بلا معنى مناعة الجسم دي ليه علاقة بحالتك النفسية عشان كده اذكروا يعني تخيلوا وتذكروا يعني من لا ينطق عن الهوى ويقول ايه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ماله إذا أصبته صر أشكر كان خيرا له وإذا أصبته ضر أصبر فكان خيرا له دايما راضي الرضا القبول الهدوء التعامل ده يخلي مناعتك تبقى عالية وبالتالي تغلبك على أي حاجة تساعدك عليه لأن هذا مرض لا علاج له وهي مناعتك اللي بتقومه وبالتالي احنا عايزين مناعتك تبقى كويسة مناعتك تبقى كويسة ده إنك بتنام كويس إنك بتاكل أكل صحي إنك عايش حياة كويسة تمام عايش حياة كويسة يعني حياة ايه راضي وهادي أما هذا الهلع والجزع لن يغير في الأمر شيء وحيقلل في مناعتك وبدل ما الجزع ده حضرتك خد احتياطاتك وبعد كده لازم تبقى عارف إنك مهما عملتك من الاحتياطات فاللي ربنا رايده سيصيبك ونحن نسأل الله اللطفة في القضاء فهناخد كل الاحتياطات هنهدي نفسنا ما نهملش ما نجزعش لكن واحد يقول لي وحيجي لي منين أنا بقى لي شهرين ما خرجتش من البيت وحرارتي عالية ده لا يمكن يبقى عندي جاي لك من رزاز الهوى اللي من فتحة المفتاح اللي في الكلون بتاع باب الشقة اللي حضرتك قفله حيدخل منه الويروس اللي ده ويروس بالمناسبة لو جمعنا كل الفيروسات اللي أصابت ملايين البشر اللي أصابهم المرض ده في العالم كله جنا وزنها وزنها لن مش هيجيب اتنين تلاتة جرام عشان تعرفوا احنا بنتكلم على مخلوق شكله ايه تقام؟ فوارد جدا طب امال احنا بقى امال الناس مش كلها بيجي لها ليه لان في حاجات كتير قوي في حاجة اسمها الفيرال لود لان حضرك وقفت قدام مريض عنده هذا المرض وكحف وشك ده مش اكيد حيجيله لان ده محتاج لفترة وتلامس وعلى حسب كمان قوة الفيروس اللي خارج منه وعدد الفيروسات اللي خارج منه وانت منعتك استقبلته ازاي وكدت مستخدم كمان موان لأ وبالتالي مش كل حد حيقابل الفيروس حيجيله مرض طب ام؟ فالهدوء مطلوب لان كمان ده اللي بيحصل البانك اللي حضراتكو فيه ده اول مواحد حررته تعلم والبكاترة مش قادرين يلاحقوا ومش قادرين يلاقوا مكان للناس اللي محتاجينه وقال لهم لا ده انا حررتي عالية ولازم تدخلوني ويعني ايه حصد منزلي ويعني اعود في البيت لا لا ده مش كده خالص ده مش كده خالص الدول المرض اصاب كل دول العالم تهم؟ الدول الارقة اصابها اكتر ووفيتهم اعلى ومع ذلك مميزين في ايه؟ انهم معدين نفسيا للهدوء للتعامل حضرتك اعود في البيت رائب كذا وكذا وكذا اذا ظهر عليك ده بلغنا بهدوء تهم؟ يجب ان يكون الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل يظهر ايماننا مش باللسان بالبيان بالاداء سنأخذ كل الاحتياطات وبعد ما ناخذ بالاسباب نسلم الامر للرب الاسباب لانه قال اعقلها وتوكل تهم؟ والهدوء والتسليم لامر الله في معانا اتصال؟ لا انا مستانة فاصل حاضر طيب فاصل وبعد الفاصل الناس تكمل مع حضراتكم وانواصل بشرة خير ونشوف الفيديوهات ونهدى علشان نعدي هذه المرحلة الصعبة بهدوء بالمناسبة بالمناسبة قبل بس مخرج الفاصل هذه السيدة اللي بتقول أنا خايفة على فكرة قد يكون دخل جسم حضرتك وخرج ومحسديش بحاجة وبقى عم بتمناعها ودوارد جدا ودوارد جدا هدوءا 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 لن يتغير شيء الا بامر رب الاسباب خدوا بالاسباب خدوا بالاسباب وسلموا لرب الاسباب بإذن الله نستكمل الحديث بعد فاصل قصير فاصل وانواصل بشرة خير اهلا بحضراتكم وعودنا اليكم بعد الفاصل رجاءا الهدوء النفسي مطلوب الهلع والجزع مش مؤثر غير بالسلب ولن يغير في الامر شيء تمام الجراح مننا لما يواجه موقف صعب وقوط العمليات إذا ارتبك راحة تكتنيا لازم تسيطر على عصابك في الموقف الصعبة تبان المعادن تمام ومحدش من كل الأطباء قال إن هذا مرض بعد الشر قاتل هذا مرض فيه نسبة وفيات لكن الأغلبية لأ وناخد بالاسباب ونسلم الامور لرب الاسباب ومعنا اتصل تليفوني إن شاء الله ربنا يشفينا ويعافينا جميعا تصدله مونة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معي الدكتور لازمت؟ أيو فندم حضرتك على الهوى تفضلي بقول لحضرتك إيه لو سمحت أنا من فترة كده جاتني أمراض شديدة يعني مغض شديد 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 أيو رحت للدكتور شخصني عني أنا ورام ليفي أيو هو سن حضرتك كم سنة يا زيت مونة؟ أه؟ سنك كم سنة؟ سني 25 سنة 25 سنة؟ أه متزوجة ولا آنسة؟ متزوجة ومعايا بنتين ربنا يخليهم لك الورام اللي في بقى قالك حاج مؤدي إيه؟ قال لي واحد خمسة صمتي وحاجة زي كده بس أنا أكمل لحضرتك الأول بالآخر رح قال لي لازم قال تعمل عملية وتخشي تعمل عملية تمام؟ ما كانت بس في الصراحة وروشت أعمل العملية عشان الألم اللي كان عندي شديد بعد ما أعملت العملية وروشت بعدين جل جل قد ما طلش ورام ليفي طلعت بطانة رحم مغاجر أو لسه كنت حنطأ وأقول لحضرتك أنا بس سنتك تتكلمي أن الأورام اللي فيها نادر ما يكون من أعراضها هي الألم نادر عمرها ما تعمل لكن نادر لكن الأغلب واللي يبقى شبه الأورام اللي فيها في صورة الصنار ومحتاجة حد محترف عشان يفرق ما بينهم ويعمل ألم شديد هو البطانة المهاجر أيو بس فروشت عملت فأحجل بعدين امشي على بورشام ده 9 شهور بعد ما عملت العملية على طول روحتي بعدين جالي لا ما تمشيش على البرشام ده 9 شهور مش على المدة 3 شهور ثم بس آه فبعدين أنا مجدش لاجي البرشام عندنا هنا الصراحة أنا هنا من المركزة فمجدش لاجي البرشام فأصطررت أني أوقف البرشام لأنني ما كنتش لاجيها ثم آه بس بعدين فأصطررت أني أنا مش عارف أعمل طب دلوقتي هي رجعت لي تاني ورجعت لي بألمها من تاني أنا عمل أسأل حضرتك ثم ثم لإني منتظر اللحظة اللي حتقولي أن دي رجعت تاني لأن ده ليس الأسطوب الأمثل للتعامل مع البطان المهاجرة خلص البطان المهاجرة مرض مرتجع له نسبة ارتجاع عالية عشان نقل الارتجاع ولازم من علاج تهبيطي الأقراص اللي وصفت لحضرتك واحد من العلاجات التهبيطية أضعفهم واللي كانت بتستخدم من 10 سنين لما كانش قدامنا غيرها أنا دلوقتي صراحة يا دكتور أنا دلوقتي مظفة دورة ليها شهرين بأخذ البرشام لما يجيته فمش عارفة دلوقتي قمش على الفترة كدت يا صراحة أنا آخر دورة جات من 10 أربعة ومن ساحيتها أنا بأخذ الأقراص دي حلو أحمد الوقتي الكيس الدموي اللي كان موجود اللي شخص خطأا على أنه بطنموا هاجرة واللي تم عمل جراحة لم يتم فيها استقصاله وفقط تم تفريغ الكيس والخروج من العملية وأخذ الأقراص اعتمادا على أنه لا يعود عادة الكيس حجمه قد ايه؟ هو أنا تشفت عندك تورو مجال ليش حجمه هو كل ما بتنزل للدولة هو بينزل الكيس بس بيرجع تاري بس ما بعرفش حجمه كدبت ايه ما قالوا ليش الصراحة لا يمكن هيقولولك في بلدك لا يمكن هيقولولك احنا هنا تطبب متراجع جدا لا يا فهندر مش لأنهم متراجعين لأنهم مش هيقولولك ده كان حجمه خمسة وهو الوقتي حجمه خمسة فتحس ان ما تعملش حاجة في العملية فكلهم هقولولك اه في كيس موجود بس خدي العلاج وتعالي ان شاء الله يبقى كويس انت حتقوليلي يعني انا ده مهنتي وانا عارفها حضرتك الجراحة التي اجريت كأنها لم تجرى انا دلوقتي اعمل ايه؟ امشي على الامشي وقفها الدولة الصفرة هو حضرتك انا دايما بقول كلمة ابرك من عشر بس حضرتك مش قادرة تدريك انا قصد اقول ايه بصي كده بصي الجملة اللي انا قلتها الجراحة التي اجريت كأنها لم تجرى وصلت تمام يا فندم طب انا دلوقتي اعمل ايه يعني الزهاب الى طبيب متخصص في جراحة المناظير وتأخر الحمل لعمل تقييم للحالة وبيان درجة نشاط المرض بتحليل اسموسيقية 125 وبيان درجة انتشار المرض بصنار سلاسي الابعاد وبيان تأثيره على الانبيب والحوض ثم عمل منظار لاستقصال بطام المهاجرة وكيها وارسلها الى تحليل واخد علاج تهبيتي بعدها بحقن غالية شويتين تلاتة انا دلوقتي اوقف البرشام اللي بقى افضي اعني واه يا فندم ممكن حضرتك تفضلي مستمر عليه عشان الطين ما يزدش بله لكنه مش هيحل حاجة في اللي موجود هو اصلا انا لما الدكتور فتح البطن وشاف المنظر صاحبطني بيقول انت عنديك التصاق شديد حوالاني الانبيب حضرتك المرض يحدث التصاقات شديدة نعم تمام وبالتالي وارد يبقى فيه التصاقات شديدة نعم لكن الاسلوب الذي تم اختياره لاجراء هذه الجراحة عن طريق فتح البطن هو الاسلوب الاسوأ والذي يحدث التصاقات اشد واكثر ويعلم هذا انه لاحقا هتروحي الدكتور فيقولك عندك التصاقات شديدة من الحوض فعشان يقول لحضرتك ان انا مستلمت بالتصاقات وانها لم تأتي من فتح البطن اللي اكيد زاد للتصاقات قسوة وضراوة قال لحضرتك على فكرة ده فيه التصاقات شديدة الان يجب تقييم الموقف والتعامل مع الحالة من الخطوة صفر لان كل ما تم لم يفد خطوة للامام فيه علاج جيد لهذه الحالة وللأسف الشديد لازم حضرتك حتى تقبلي ان الكيس احتمالية ارتجاعه بقت عالية مش بسبب الجراحة اللي حيامل عملية جديدة بسبب ان تم التعامل معها سيئا اول مرة فبقت نسبة ارتجاعه عالية نتيجة لسوق التعامل الطبي معهم معنا تصلت لفوني اخر وعليكم السلام ايوه هو الصوت دي قطعن بعض الالفاظ اللي بفسرها بعد مديكي مرنشطات وحقا ايه بقى الجملة اللي بعديها؟ لو حد فيكو سامة يا جماعة وصلت لكلام انا كان المفروض اعمل يوم السبت حضرتك بتقولي كان المفروض اعمل ايه يوم السبت؟ نعم بتقولي ايه اللي كان المفروض اعمله يوم السبت؟ اليوم الخامس في الدورة المفروض تخطر الحقجة اه عد الرئيسة محطة اه ما حصلش اي مشكلة ما حصلش اي مشكلة ان شاء الله خير ربنا يجعله بفايدة يا رب ويجدي ما حصلش اي مشكلة الليات التنشيط بتأخذ ما بين اليوم التاني اليوم السابع من بداية الدورة ونبتدي ونهتم ونلتزم عشان الفرص تزيد لكن ما حصلش حاجة لما اتأخرت يوم ما حصلش اي مشكلة ان شاء الله خير طيب هل نقدر نعرض الفيديوهات قبل ما ولا فيه اتصالات اخرى هو فيه اتصال لا طب يال لو مفيش اتصال ناخد الفيديو خضراتكم بتلاحظوا ان النسبة كبيرة من الناس اللي بيوزاع عن انهم اصيبوا بهذا المرض تلاقي مثلا الموظفين في البنوك نعم طيب ناخد الاتصال بتاع ايماني على السلام عليكم وعليكم السلام يا خمس انا مدام سيمان من اسوان يا دكتور لكلمت حديثة زبر كده ام المحطفى اللي كنت عاملة عند حضرتك منظره ربنا قرامي بمحطفى ربنا يخلهولك انا يا دكتور للوقت عايزة احمد ثاني ومشارك يا دكتور لما اتصالت نصيبي انا سيمان حمد ثاني وطابعت عندي نفس المركز للأخذ تتكلم عندي ده مركز اتصال ايضا انا يا دكتور مزجادر اجعل محطفى طبعا انا سيمحط للوضع للمنتشر ده طيب اولا يا فندم يعني المرض المنتشر ده مرض ان شاء الله كلها اسابيع لن تصل لشهور وينتهي ده نمرة واحد نمرة اتنين انه لن يوقف حركة البشر فالحكومة اللي مسؤولة عننا بتعيد فتح الحياة تدريجيا نمرة ثلاثة المشاكل بتاعة تأخر الحمل دايما مشكلتنا احنا بتخصصنا مشكلة تأخر الحمل انها مشاكل لا يتم الحكم عنها غيبا لانها تقيم بتحليل الهرمونات ولازم من التحليل دي معمولة في توقيت معين في معمل معين في مكان معين لان كل رقم فوق او تحت بيفرق في القرار نمرة اتنين بناء على الصنار والصنار يحكم عليه من يفعله لكن عموما حضرتك بتقولي انا كان عندي تكايوس مبايد من درجة شديدة واستدعت عمل منظار عشان يحصل حمل انا هجاوب على القواعد العامة هل انا محتاجة ان انا اخد علاج تاني عشان يحصل حمل الاجابة بالنسبة يقينية نعم لان مرض تكايوس مبايد هو مرض مزمن ولا يشفى هل حتما ان انا هحتاج اعمل منظار تاني الاجابة القواعد العامة بتقول ان 50% من السيدات اللي عندهم تكايوسات من درجة شديدة استدعت عمل منظار لحدوث حمل اول مرة قد يحتاجوا لتقرار المنظار وفي 50% لأ حضرتك من الاول اه ده بقى الذي لا استطيع ان احكمه تلفونيا وتلفزيونيا هذا يحكم من يرى الحالة ليقيمها لكن هنحتاج لتدخل ايوه هنحتاج لتقييم ايوه هنحتاج لعلاج اه هنحتاج لمنظار قد وقد تعم ادي اللي انا اقدر افيت حضرتك بي افيت اختصال اخر ايوه ايوه ازيك الدكتور اهلا بحضرتك لو سمحت يا دكتور انا متزوزة من 4 سنين ايوه وما حصلش حملة من 4 سنين يا رب ربنا يعطيك قريبا يعني ايوه عملت اشعب السبغة عملت اشعب السبغة وصلت عندي افتشاح في الأنابيض الاثنين الاثنين اه واتقال لحضرتك ايه لازم اعمل فصل عملت فصل ايوه وعملت عملية حقني مجهري ايوه وفشلت مخزون المبيض من البويضات قد ايه يعني حوالي 3 وشوي سن حضرتك كم سنة 32 طلعتي كم بويضة 10 والجراحة دي او المحاولة بتاعت الحقني اتعاملت من امتى من شهر واحد ملكيش اجنة مجمدة من العشر بويضات لا ليا طيب حضرتك روحي ان شاء الله انقليهم يا رب يبقى فيه فرص يعني مفيش طيب اي تحليل ممكن اعملها في الفترة دي او ااخد اي حاجة الفترة دي ممتاز فيه تحليل وفيه خطوات تساعد على فرص حدوث الحمل كانت مطلوب تتعمل قبل ما تتسحب البويضات الاجنة المجمدة ستتعامل بناء على اليوم اللي تسحبت فيه من جسم حضرتك يعني ايه؟ يعني حضرتك سحبه الاجنة سحبه البويضات دي يوم واحد واحد 2020 كان هرمون اللبن خمسين وما كانش حد واخد باله وما حدش ادالي علاج ماشي؟ ماشي؟ طيب النهاردة قبل ما تنقل الاجنة المجمدة او مكتشف ان هرمون اللبن مية فتدكي علاج لهرمون اللبن فانت حضرتك تقولي اه ده بقى حيحسن فرص الحمل جدا لان كان دي مشكلة وما معالجهاش لا دي لا يؤثر في اي شيء لان فرص حدوث الحمل من هذه الاجنة المجمدة تعتمد على حالة حضرتك وهرمونات حضرتك وبويضات حضرتك والسحب اللي تسحب من حضرتك يوم سحب البويضات اللي هو عدة من ستة شهور تمام تمام؟ وبالتالي الحاجة الوحيدة اللي تقيم دلوقتي قبل نقل الاجنة المجمدة هو الاطنقنان على الرحم وتجويفه وبطنط الرحم فاذا كانت جيدة تروح تنقل الاجنة المجمدة مصحوبة بدعواتنا بإذن الله ان حضرتك تبقى كويسة ويحصل حمل وطبعا غالبا الرحم بتاع حضرتك كويس ان طبعا اللي عمله حضرتك منذار بطن وفاصلوا الانبوتين غالبا عملوا منذار رحم يطمنوا على الرحم غالبا يعني يعني هي المقدولات اللي أنا عمله اللي هي التحاليل الخاصة بطنط الرحم لا هو ما فيش تحاليل لطنط الرحم فيه سونار مهبلي لتقييم بطنط الرحم سمكها تقييم ايوة يشوفوا سمكها لما تصل لسمك كويس وليت ايوة دا ينفع تعالي بكرة حنفك الانبوبة اللي فيها الاجنة المجمدة وحننقلها لك بس حضرتك أنا لما نقلت الاجنة دي لقلتها كانت مجمدة برضو ما نقلتهاش كانت فرش ايوة فندم عشان حضرتك حصل لك شوية تنشيط زايد فرط تنشيط لان حضرتك التحاليل اللي بتقوليها دي عندك تكايوس مبايد من درجة بسيطة فخافوا ينقلولك فيحصل فرط تنشيط فأجلوا النقل الكلام دا كله أنا عرفته من وانا قاعد هنا من غير ما تقوليه حتى لو هما ما قالوا الكيش دي الحقيقة اه يعني هو أنا دلوقتي هتطمن بس على بطنط الرحم مزبوط بالتوفيق هم اي اتصالات اخرى هلو ايوة وعليكم السلام ورحمة الله بلنا حضرتك يا دكتور انا كنت تعمل عملية حقن مجهري من الأسوط ايوة ليه لجأتي للحقن المجهري بلاش تجاوبي الإجابة المصرية بتاعت عشان احمل يعني ليه الطريق للحمل كان باختيار الحقن المجهري ايه المشكلة اللي قدت ان ها خدت منشطات كتير وما حصلش حمل بصرا لك لازل انت امين احنا نتلقى عمالية حقن المكهر عشان بحركة بتاعت جزء الخارج اه يبقى الجزء الاولاني من الإجابة دي لا يمكن تبقى مقبولة خدت منشطات كتير لكن الجزء التاني من الإجابة تحليل الزب مش كويس وما يسمحش بحدوث حمل طبيعي والمدة طالب فقالوا لنا تعمل حقن المجهري ايه وبعدين بس رفت عمالية حقن المكهر وما حصلش نزل على ايضا وارد وده وحش وليل هو سن حضرتك كم سنة ومخزونك من البوايضات قد ايه كان اربعة واثنين وخمسين اربعة مخزون وفي الاخر عندك فقط جنينين عشان انا كان عندي سن دكتور كنت وزن مية كان وزنك مية فتحليلك اربعة وده يشير الى تكايس مبايض من درجة واضحة وزنك مية وخدوكي بحالك كده على حالك ده وعملولك حقن مجهري ايه اه فطبعا كانوا خايفين ان يدوكي منشطات كتير فيحصل فرطة تنشيط فمسكوا ايدهم في المنشطات عشان ما يحصلش المشاكل فاللي طلع عدد قليل وجودة قليلة من البوايضات لا يا بيت انا خدت المشطات كتير جيد ده خدت المشطات ده يعني محاولي قطع 12 الف جنين مشطات عشان استجابة حضرتك قليلة نتيجة الوزن يعني محدش محدش نفذ القاعدة اللي بندرسها في كلية الطب ان اي انفى وزنها فوق 80 كيلو رايحة تعمل حقن مجهري يجب نضحها بفاق الوزن وحتما تنصح اذا كانت مريض التكايس مبايض محدش قالك خسي امشي على علاج وخسي شهرين ثلاثة قبل ما نعملك تنشيط حولي حولي يعني اذا قدرتي كويس اذا ما قدرتيش بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها حولي كنت عاملها في جهة حكومية يعني نعم فن كنت عاملها في جهة حكومية طيب صدني انا عايز ادراتي بقى ادراتي عامل 36 سنة وعايز احاول اعملها كاي كويس اذا حدثت مستخدم هي قبل المروح واحد ان حضرتك لازم وزنك ينزل ما بين 10-15 كيلو على مزدك الحالي وبعد ما دا يحصل نبقى نقيم حالة هرمونات حضرتك ومبيض حضرتك ونقيم تحليل الزوج بيتهيقلي ان المشكلة اه تحليل الزوج خط ليكون مثالي لكن في جزء من ناحيته وجزء من ناحيتك انت حضرتك عندك تكيس مبايد غير معالج جيدا لان انا بقالي 3-4 سنين محدش قال لي خسي وتقول لي باخد منشطات كتير وحتى لما بسألك ايه العائق تقول لي باخد منشطات كتير ما قلت ليش كده حد قال لي عندك تكيس مبايد من درجة واضحة بسبب زيادتك في الوزن ما قلت ليش ده ما حدش قال كده طيب ثانية واحدة ثانية واحدة بس عشان ربقى مسؤول عن الجملة اللي هقولها دي اذا كان الكلام اللي حضرتك بتقوليه حقيقي اذا كان الكلام اللي حضرتك بتقوليه حقيقي اذا كان الكلام اللي حضرتك بتقوليه حقيقي ان محدش قال لك انك عندك تكيس مبايد وان فقدك للوزن شيء حتمي يبقى حضرتك لم تعالجي على الاطلاق وكل ما اخدتيه من ادوية هو فلوس مهضرة على الارض ايه ايه استر بغولة حضرتك انا من الزاق انا من ساق كواهن ولا عملك اعملية الحقن المجهري وطورة يعني استوليه كل خلسين يون وابتيج نقطة وتوجد جميل وبعد لكي اتني دي ايه حضرتك عندك تكايص مبايد دي اعراضه رحت عملكي اللي شعب بثنين اخترم مني اللي شعب عملتها قالت انت عندك كيسب مية قد البصقات وبعدين بقى قد اللامونة خدت خدت بثين منها الحن ثلاث شهور وروحت قال لي ده ما نزلش المصفره واحد وبعدين دلوقتي قال لي بقى لما هو ما نزلش قال لي ما يمنعش الحمل بس هي المشكلة اللي حركت جوزك قليل طيب هو الكيس ما يمنعش الحمل بس اللي مانع الحمل مرض تكيّس المبايد اللي بيقلل الدورة واللي عامل الكيس اللي سبب وزنك بحضرك تمتخني لنا كيس لا ده مش نصيحة ده حتما واي علاج يكتبه اي دكتور لا يبدأ بكلمة ان فقد الوزن هو اول واهم خطوة في علاجك غير مجدي غير مجدي سدقيني والله وبعدين بقى بعد ما ده يحصل نقوم نقيم هرمونات حضرتك ونقيم الكيس ونقيم الحالة والتحليل الزوج اذا كان متوسط وتعامل لحضرتك من زارة شال الكيس وتم علاج جيد للتكيّس ساعتها تبقى المنشطات مجدية وساعتها وارد لي حصل حامل بصورة طبيعية تخيلي؟ ان شاء الله بإذن الله خالص طيب ممكن ناخد فيديو او اتنين من اللي منهمش صدوا اللي هم كام ثانية كده سريع زي ما أقول حضرتكم بتلاحظوا أنا بس عايزة أوريح حضرتكم الرزاز اللي بينتشر من الناس لما الناس تكح أو تعتص عشان كده لازم من اتباع القواعد في الكحة أو العطس واستخدام الكمامة إزاي بيقلل من امتشار الرزاز بتلاحظوا أن الناس الأكثر إصابة تسمعوا بعد الشر الموظفين في بنك اللي موظف في محكمة اللي موظف فيه مش عارف إيه إنهم موجودين في أماكن مغلقة سيئة التهوية ومضطرين للتعامل مع البشر ولأن الفيروس في الأماكن سيئة التهوية دي بينتشر لعدة ساعات عندما يظل داخل هذا المكان سيء التهوية وبالتالي يجب الابتعاد عن هذه الأماكن قدر الإمكان يجب التباعد المجتمعي يجب التعرض للهواء الطلق أنا بشوف البنوك موقفة الناس برة علشان تقلل العدد جوه عشان تقلل المشاكل دي أو ملاقي الناس اللي وقفين برة دولمية واحد وقفين جنبه بعض في متر متر ونص فين التباعد المجتمعي كده ما حلناش حاجة لازم حضراتكم تبقوا فاهمين القصة عبارة عن إيه القصة هو التباعد لأن هذا الرزاز له مدى انطلاق من حديث واحد بيتكلم بصوت عالي واحد بيعتص واحد بيكح واحد بيتنح نحفة كل الرزاز الخارج منه ده ممكن يصل لمدى تقريبا متر ونص مترين لو سمحتوا التباعد المجتمعي أكتر من متر ونص مترين مع استخدام الكمامة قدر الإمكان علشان نقلل احتمالية دخول الفيروس وذا دخل تبقى الكمية منه أقل وتبقى القوة أقل وبيبقى أقل قدر ممكن من الإصابة ما بتعكم الله دائما بالصحة والعافية ستسمعون أن الأعداد ستزيد الأيام القادمة هذا لا يستدعي هلع ولا الجزع يستدعي الهدوء والترابط والإيمان بالله بأنه يقينا ما يقدر لنا سيصدمة ونأخذ كل الاحتياطات ونطرق كل بعد أخذ الأسباب الأمور لرب الأسباب وبإذن الله تعالى هذه البلد محروصة بإذن الله وما نعلمه عن علم الأوبئة إن مفيش وباء اللي ييج عليه يوم وينتهي وسيلف ليمتد وحينهي نفسه وآجل أو عاجل بعد ما يضر ناس وبعد ما يمرد ناس وبعد الشر يميت ناس بإذن الله تعالى يا ربنا يمتعكم أنتم وكل أحبابكم وكل من يهمكم بالصحة والعافية وبإذن الله حتيجي الأيام ونتقابل ونتقابل على خير ويكون هذا البلاء انقشعة وزالت الغمة وأزلنا الكمامات وعادت الناس لحياتها الطبيعية بعدما عرفت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أصغر مخلوقاته توقف الحياة سلموا أمركم لله وتوكلوا عليه واخدوا كل الاحتياطات وبإذن الله محروصة بإذن الله وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشت خير